تمهيد يرمز لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز نون يرمز لمجموعة الأعداد غير النسبية بالرمز نون نجمة إذن طلابي وطالباتي يرمز لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز نون ويرمز لمجموعة الأعداد غير النسبية بالرمز نون نجمة إن اتحاد مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية ينتج لنا مجموعة الأعداد الحقيقية حيث يرمز لمجموعة الأعداد الحقيقية بالرمز ح إذن حق تساوي نون اتحاد نون نجمة نون اتحاد نون نجمة تكتب رمزيا المجموعة حق تساوي المجموعة نون اتحاد المجموعة نون نجمة إذن طلابي وطالباتي درسنا لهذا اليوم تحت عنوان مجموعة الاعداد الحقيقية عرض الدرس مجموعة الاعداد الحقيقية تعرف كالآتي هي مجموعة غير منتهية أي مجموعة اعدادها او عناصرها غير منتهية تتألف من مجموعة الاعداد النسبية ومجموعة الاعداد غير النسبية ويرمز لها بالرمز حق إذن حق أو المجموعة حق تساوي نون اتحاد نون نجمة لكن نون تقاطع نون نجمة بالدين في لماذا؟ لأنه ما في عناصر مشتركة بين المجموعتين فمجموعة الاعداد النسبية مستقلة عن مجموعة الاعداد غير النسبية عناصر مجموعة الاعداد النسبية ليست لها علاقة بعناصر مجموعة الاعداد غير النسبية إذن نستطيع أن نقول نون تقاطع نون نجمة يساوي في بينما نون اتحاد نون نجمة بالدين المجموعة حق إذن طالما طا جسئية من كاف وكاف جسئية من صاد وصاد جسئية من نون نستطيع أن نقول نون جسئية من حق نستطيع أن نمثل هذه العلاقة بشكل فين هكذا أول مجموعة في شكل فين هي مجموعة الاعداد الطبيعية ومن ثم مجموعة الاعداد الكلية ومن ثم مجموعة الاعداد الصحيحة وأخيرا مجموعة الاعداد النسبية إذن الشكل الآتي يوضح لنا المجموعات الجسئية للأعداد الحقيقية مجموعة الاعداد الحقيقية تتألف من مجموعة الاعداد النسبية ومجموعة الاعداد غير النسبية بينما مجموعة الاعداد النسبية تتألف من مجموعة الاعداد الصحيحة ومجموعة الاعداد غير الصحيحة اللي هي الكسور أيضا مجموعة الاعداد الصحيحة تتألف من مجموعة الاعداد الكلية ومجموعة الاعداد الصحيحة السالبة أيضا مجموعة الأعداد الكلية تتألف من مجموعة الأعداد الطبيعية والمجموعة الصفر إذن هذا الشكل يوضح لنا المجموعات الجزئية للأعداد الحقيقية عندنا تمرين ألف بق جيم دال ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر فيزياء الرياضيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر